مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الدرس 19 التماثل المحوري La Symmetrie Axial أولا ألاحظ أتتبع الخطوات وأنجز الخطوة الأولى أطوي ورقة إذن قد نأخذ وحد الورقة ذات تربعات كهذه ثم نقوم بطيها بهذا الشكل هذا طوي على جوج نقوم بطيها الخطوة الثانية أرسموا الشكل على الورقة فلاحظوا كان مشي 1 جوج 3 4 كان مشي وربعة ديالة تربعات 1 جوج 3 4 دير واحد النقطة هنا ثم كان نزلوا 1 جوج 3 4 5 كان نزلوا 5 1 جوج 3 4 5 ثم كان نزلوا جوج انظروا واحد كان نزلوا جوج انظروا واحد هنا زلنا جوج وضرنا واحد بعد ذلك كان نزلوا واحد انظروا واحد جوج 3 كان نزلوا واحد انظروا ثلاثة يعني هنا ثم أنا أخذ المثارة ونرسموا هالشكل هذا لأن هذا هو الشكل اللي غادي نحصل عليه بعد أن نقوم برسمه ها هو الشكل الخطوة الثالثة أقص الشكل بعد أن نأخذ المقص وسنقص هذا الشكل ثم نأخذ المقص سنقص الشكل ثم تأخذوا كذلك المقص ستقومون بقصه بعد أن قمنا بقصه هذا الشكل سنحصلوا على هذا الجزء هذا دي الورق رابعا أفتحوا وأرسموا خط الطي إذن هلنفتحوا هاتي الشكل هذا ونرسموه خط الطي الخط الطي هو هذا نرسموه هاد الخط الخط الأخضر هاد الخط اللي رسمنا اللي هو خط الطي محور تماثل الشكل الخط الأخضر هو محور تماثل الشكل لماذا هو محور تماثل الشكل لأننا كنلاحظوا من اللي كان طوي هذا الشكل كنلاحظوا بأن الجزئين متطابقين متطابقين يعني كيجي واحد فوق من الآخر إذن متطابقين فبالتالي الشكلين هذا الشكل مع هذا الشكل فهما متطابقين أو متماثلين متطابقين أو لمتماثلين يعني هذا الشكل هو نفسه هذا ومحور الثماثل هو خط الطي هذا الخط الأخضر يتسمى محور ثماثل الشكل ثانيا ألاحظ وأتتبع الخطوات وأنجزه أولا أطوي الورقة إذن سنأخذ ورقة بيضاء هذه المرة وسنقوم بطيها لنية ورقة بعد أن نقوم بطيها ثانيا أرسم الشكل ونرسم هذا الشكل هذا إذن هذا هو الشكل بعد أن نقوم برسمه هذا هو الشكل الخطوة الثالثة أقص الشكل مرة أخرى سنقوم بقصه بباسطة المقص قد نعود نقصه كما هذا نفس الشكل الأول فنحصل على هذا الشكل الخطوة الرابعة أفتح وأرسم خط الطي كذلك سنفتح الشكل بعد أن ما فتحناه هو ونرسم خط الطي إذن خط الطي هو هذا سنقوم برسمه هذا هو خط الطي الذي هو أيضا محور ثماتل الشكل لأن نملك نطوي على هذا الخط نحصله على شكلين متطابقين يعني متاماتلين لاحظوا هذا الجزء هذا متطابق مع الجزء الآخر أو متاماتل معه ونقوله بأن للشكل محور ثماتل الذي هو هذا المحور لهو خط الطي فكما كتلاحظوا حصلنا على مزهرية لأن هذه المزهرية هذه محور ثماتل دي لهو خط الطي ثالثا أرسم الجزء المماثل لكل شكل فالمطلوب هو أن من رسمه مماثل دي لكل شكل بالنسبة لهذا المحور إذا لاحظوا باش نرسمه المماثل دي لكل شكل فغادي نجزئه لهذا النقط هادو إذن غادي نديره عبارة عن جموعة دي النقط وغادي نشئه المماثل دي لكل نقطة ندعو هاد النقطة هاد المماثل دي لهذا النقطة فهذا النقطة تبعد عني المحور الأحمر بواحد اثنان ثلاثة أربعة بربعة واحد جوج ثلاثة أربعة ثم هاد النقطة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة أما هاد النقطة تبعد عني المحور بثلاثة إذن جوج ثلاثة جوج ثلاثة هاد النقطة جوج هاد النقطة أربعة جوج أربعة إذن جوج أربعة هاد النقطة ثلاثة جوج ثلاثة ثم هاد النقطة نفسها هاد النقطة كتب عدو عن المحور بتربيعة واحدة هاي هاد النقطة تربيعة واحدة كذلك وهاد النقطة نفسها دابع غدين نشؤوه أولا هاد الجوز هذا بعد ذلك غدين نكمله دانا عندنا هاد ها هو ثم هاد احنا رسمنا بعد ذلك غدين نكمله اذا هاد النقطة ها دي تبعد عن المحور باثنان اربعة ستة اثنان اربعة ستة تل هنا دابع غدين نزله هاد الخط هاد حتى الاسفل ثم المماتل دي لها هاد النقطة هي نفسها لانها جات فوق الخط الاحمر فوق محور التماثل ثم كما قلنا المماتل دي لها هاد هي نفسها اما هاد النقطة فتبعد عن المحور بتربيعة ثم ننزله بعد ذلك غدين نظره نحصنا على المماتل دي لها هاد الجزء هذا ثم المماتل دي لها هاد الجزء هو هاد بعد ذلك نقوم برسمه ثم هاد الجزء هاد النقطة مع هاد النقطة نبدو بها هاد النقطة تبعد عن المحور باثنان ثلاثة اذا اثنان ثلاثة ثم هاد النقطة اتنان أربعة اذا اثنان أربعة هنين ثم هاد النقطة اثنان اثنان هدي النقطة اثنان أربعة خمسة اثنان أربعة خمسة هاد النقطة مع هاد النقطة اتناني اربعة خمسة اتناني اربعة خمسة ثم هاد النقطة اتناني اتناني. نحصل على هذا الشكل هيدا. بعد ان نقوم برسمه. اذا كنت تلاحظوا قمنا برسمه مماثل الشكل بالنسبة للمحور الاحمر. فحصلنا على هذا الشكل. اما الخط الاحمر الذي هو محور التماثل فهو خط الطي. اذا قمنا بطي هذا الشكل. سلقوا بانه الجزء يتطابق مع هذا الجزء. ثم الشكل الثاني كذلك سنقوم برسم مماثله. اذا هاد النقطة نفسها. هاد النقطة تبعد عن المحور بجوج. اذا جوج هنا يا. هذه النقطة تبعد عن المحور بطربيعة واحدة هنا يا. هذه النقطة تربيعتين. هذه النقطة تربيعة اذا هنا. ثم هذه النقطة نفسها. ناخده المستارة. ونرسمه. اذا. ثم نعود الرسمه هذا. بعد ذلك نعود الرسمه هذا الجزء. ثم غدي ننزله تل هاد النقطة. ثم. نكون قد حصلنا على مماثل هذا الشكل بالنسبة للمحوري الاخضر. وبهذا ننهي تمارين صفحة اثنان وتمانون نلتقي في صفحة ثلاثة وتمانون. ما تنساوش توجدها التمر نادو. باش في الحصة المقبلة ان شاء الله سنقوموا بتصحيحها. اغفا. نوعtype توقيت�들. اغفو. نوعieur. نوعηث.